ولتسليط الضوء على صراع النفوذ الإيراني الأمريكي في العراق معنا عمر الخط الهاتفي من إسطنبول للعقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام مرحبا بك معنا حياكم الله سأل خير لك والمشاهدين فناطكم الكريمة أهلا بكم بداية الهجمات التي تنفذها الميليشيات مستمرة على المنطقة الخضراء وبعض القواعد الأمريكية ما الرسائل المراد إيصالها من الميليشيات من خلال هذا الاستهداف للقواعد نعم لا شك بأن هذه الصواريخ التي تطلق على الأرسال الأمريكية المتنقل على الأرواع العراقية أو على القواعد التي تتواجد فيها القواعد الأمريكية هي رسالة واضحة بأن هذه الميليشيات لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه في زيارة الكاظم لواشنطن أو بما تم الاتفاق عليه في الحوار الاستراتيجي في جولته الثانية كون بأن هذه الميليشيات تطالب بخروج القوات الأجنبية من العراق وحاصة الأمريكية بالاستناد على قرار البرلمان الذي صدر بإخراج القوات الأمريكية من العراق لذلك استمرت هذه الصواريخ طوال الفترة الماضية وستستمر طالما أن هذه الميليشيات لم تلبى رغبتها بخروج هذه القوات أو لم تلبى رغبة إيران التي تسيطر على هذه الميليشيات وهي من تقوم بتحريكها داخل العراق بتنفيذ هذه الضربات على القوات الأمريكية نعم هذا يجعلنا ننتقل إلى ما قاله السفير الإيراني في بغداد من أن بلاده لا ترغب بوجود القوات الأمريكية في العراق وأن الملف العراقي هو بيد قائد فيلاق القدس هل يعد هذا ضوءا أخضر للميليشيات لمواصلة هجماتها على القوات الأمريكية؟ نعم لا شك إنه مدلت الملف العراقي بيد قاعاني أنا أعتقد بأن هذا ضد الكالة مسؤول على الملف الأبغاني وهو لا يتكلم العربية وبالتالي ليس مطلع بشكل كبير جدا على تعقيدات الملف العراقي وبالتالي هو بحاجة إلى من يساعده في هذا الملف وخاصة في العراق وبالتالي هو يستند إلى كثير من التوجيهات التي تصدر له من قبل المالكي ومن قبل العامري ومن قبل الكثير من القيادات التي تتفق بها القيادة الإيرانية في تحريك هذا الملف وبالتالي الملف العراقي هو بيد إيران ومن تحرك هذه الميليشيات هي إيران ومن تسيطر على زمامها هي إيران وبالتالي حتى هذه الرسالة الطواريخ كاتيوشا على القوات الأمريكية هي رسالة واضحة بأنه لم تتوقفها به الطواريخ ما لم يتم التفاهم مع إيران أو ما لم يتم تنفيذ رغبة إيران بخروج القوات الأمريكية من العراق تمام طيب وسائل الإعلام الأمريكية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستخفض عديد قواتها في العراق إلى الثلث وهو ما كان عليه كما تعرفون قبل 2015 هل يعني ذلك أن الحديث عن الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق غير صحيح؟ لا من بالبداية يعني قبل أن يقوم الكامل بزيارة واشنطن وقبل أن يكون الجولة الثانية للحوارة التراتيجي كانت هناك تصريحات بماكنزي قال بأن القوات الأمريكية سوف تخفض إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي أمريكي في العراق وبالتالي مسألة الزيارة ومسألة الجولة الثانية للحوارة الاستراتيجي واشنطن أخذت في حساباتها بأنه سيكون هناك تصعيد من قبل الميليشيات باتجاه القوات الأمريكية لأنها حتمت أمرها بعدم الخروج من العراق وهي بذلك تتوقع عن تزداد هذه الضربات على القوات الأمريكية التي تتواجد سواء كانت في فيكتوريا الآن أو سواء كانت في التاجئة التي تم الانسحاب منها منذ أيام وبالتالي مسألة بقاء القوات الأمريكية هو أمر محسوم بالنسخ لواشنطن لن يكون هناك ازحاب قريب من العراق وستفقى لفترة ثلاث سنوات وتعرف يجريه بأن هذا يتناقب مع قرار البرلمان ومع رغبة الميليشيات ومع رغبة إيران بخروج القوات الأمريكية من العراق خروج سريع غير مجدوى مثل ما جرى الاتفاق وعلى ذلك ماذا تتوقع أن تكون ردة فاعل هذه الكتل السياسية التي أكدت أن اتفاقيات الكاظمي في واشنطن غير مرزمة للبلاد وقالتها بوضوح وقالت أن النظام برلماني وليس رئاسي وما أقره البرلمان يجب أن يلتزم به رئيس الحكومة نعم لا شك نحن نتكلم عن سلاح مغطى بأجنحة سياسية نحن نتكلم عن ميليشيات مسلحة لها نغار في البرلمان وهي تسيطر على كثير من مفاصل الدولة وتستطيع أن تقوم بخلط فاوضة كبيرة جدا وهي من تقوم باغتيال الناشطين وهي التي ترى بأن الحراك الشعبي الموجود هو تشكيل يشكل أهديد حقيقي لنفوذها في العراف ولنفوذ إيران وبالتالي ما يقوم به الكاظمي لحد هذه اللحظة حقيقة هو يتبادل الرسائل مع هذه الميليشيات من خلال إجراءة لبعض التغييرات الأمنية أو من خلال مسألة المعابر الحدودية بالتقييد نفوذ هذه الميليشيات ولكن لحد هذه اللحظة لا زوج غرار سياسي لدى حكومة الكاظمي بمواجهة هذه الميليشيات مواجهة حقيقية كون الكاظمي أولا لا يمتلك رؤية سياسية حقيقية وليست لديه مشروع لمواجهة هذه الميليشيات لذلك هو يبدو رعيب جدا وتبدو هذه الميليشيات وأجمعاتها السياسية سواء الكتلة البرلمانية التي تدعم هذه الميليشيات هي قادرة على أن تحرك الكثير من الأوراق والد الكارمي سواء كانت في البرلمان أو سواء كانت في الشارع العراق نعم مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الكاظمي طلب باستمرار دعم واشنطن لحكومته وفي ذات الوقت هناك كتل سياسية تطالب بإنهاء التعاون مع الولايات المتحدة إلى أي مدى ينعكس الصراع الأمريكي الإيراني على القرار السياسي في العراق نعم لا شك قبل أن نذهب إلى هذا نرى بأن الانقسام الداخلي العراقي هو انقسام كبير جدا يعني لو جئنا إلى المشهد العراقي نرى أن الآن العراق يعاني من أزمات متعددة هناك وضع أمني يتمثل بعودة وزيادة عمليات تنظيم تنظيم الدولة باتجاه القوات الحكومية هناك عملية انفلات في الموحظات الجنوبية هناك نزاعات عشائرية الآن بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة بغداد هناك أزمة مالية واتقصادية هناك حراك شعبي هناك أزمة صحية تفتك بالعراق وبالتالي هناك تهديدات داخلية وتهديدات خارجية هناك انحسام سياسي ما بين الكسن سواء كانت الكردية أو سواء كانت الشيعية وكسن هناك انحسام داخلي وكذلك مع السنة وبالتالي ليس هناك إجماع أو ثوافق سياسي على عمل هذه الحكومة يضف إلى هذا بأنه الخلافات الأمريكية الإيرانية تنعكس بصورة مباشرة على الداخل العراقي كون الكثير من الأحزاب الميليشياتية تابعة لأجمدة خارجية ترتفط في إيران وبالتالي سيبقى العراق بين هذه التجادبات لأنه لم ينقى بنفسه بطريقة حيادية لأنه التوازنات ضعبة ومعقدة جدا في العراق أشكرك جزيلا العقيد الرقم حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام كنت معنا عبر الخط الهاتفي ترجمة نانسي قنقر